سوق الطاقة وبعد أن كانت أسعار النفط تترنح عند مستوى دون 90 دولار عاد ليشتعل مجددا بعد قرار لدول مجموعة أوبك بلاس التي تضم روسيا والسعودية وبقية دول أوبك حيث قررت مجموعة أوبك بلاس في آخر اجتماعاتها خفض انتاج الطاقة بمقدار مليوني برميل يوميا منها مليون برميل من السعودية وروسيا والعراق بـ 220 ألف برميل وفورا وبعد قرار أوبك بلاس ارتفع سعر النفط من 88 دولار إلى 93 دولار فيما لا تزال الأسعار مرشحة للارتفاع للوصول إلى 100 دولار في الأيام خاصة مع فصل الشتاء بالمقابل فأن أمريكا قد كانت غضبة جدا من الخطوة فأصفتها بانحياز من أوبك لصالح روسيا وعدت القرار مفاقما لمعاناة الدول الفقيرة أما روسيا فأن الخطوة يمكن أن توصف بأنها من أعظم الأهداف التي تسجلها على معسكر الغربة خاصة أن العيام القليلة الماضية قد شهدت قرارا أوروبيا بتحديد سعر منخفض لشراء النفط الروسي إلا أنه بعد قرار أوبك بلاس لا يكون ذا جدوى وفي العراق فأن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قال أن انخفض يخدم مصلحة العراق ولا يؤثر على أنتاجه الفعلية لأن العراق ينتج أقل من الحصة المخصصة له من أوبك بلاس ترجمة نانسي قنقر